واحد من المدربين الأجانب الكبار اللجوم في الكرة المصرية درب نادي الزمالك درب عدد كبير من الأندال العربية والأفريقية منها مثلا الوداد والترجي والأهلي القطري اسم كبير في كرة القدم الأفريقية والعربية السويسي ميشيل ديكستال الموديل الفني الأسبق لنادي الزمالك والوداد والترجي معنا الآن عبر سكايب يا فندم صباح الخير مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر بداية بالتأكيد نحمل لك الكثير من الذكريات في كرة القدم المصرية مع نادي الزمالك وأعتقد أنك أيضا تحمل كثير من الذكريات بالتأكيد كل ذكرياتي مع نادي الزمالك تعني كرة قدم جيدة كرة قدم جذابة مع الكثير من الشباب كثير من المواهب سعود نوعا ما في المستوى حين بعد فترة من النتائج السيئة مع الفريق وحققت التعادل سلبيا مع الأهلي وأعتقد أن لي زكريات جيدة مع الزمالك لأننا كنا نقدم كرة قدم جذابة وجيدة وصعد معي عدد من اللعبين الشباب الاستثنائيين هذه كل الذكريات الجيدة التي تأذكرها عن الزمالك ومصر هل تتذكر أي من اللعبين الشباب اللي تلعوا معك وأنا شخصيا أتذكر بعض الأسماء ولكن هل تتذكر أسماء بعينها تشتغلوا معك الأكثر شهرة بالتأكيد هو شيكابالا هو لاعب كبير ولكن لم أعد أتذكر لهم يعد لدي الكثير من الأسماء في ذكرتي ولكن ليبقى فقط شيكابالا هو اللعب الذي أتذكره شيكابالا من اللعبين اللي أنت كنت تتكلمت قبل كده أنه من اللعبين المصريين اللي كانت ممكن تبقى متواجدة في ملاعب أوروبا ليه شيكابالا في رأيك ماكملش مشواره أو ليه ما استمرش بشكل أكبر في الملاعب الأوروبية شيكابالا هو أحد الأعمدة الرئيسية في الزمالك في ذلك الوقت نعم هو كان لديه القدرات الفنية التي تؤهله لكي يلعب في فريق كبير نعم في أوروبا ولكن في الوحد الذي كنت موجودا فيه في القاهرة ما كان يستطيع أبدا أن يغادر الزمالك وأن يتركه في هذه المرحلة في الفترة اللي عدت فيها مع نادي الزمالك هل ترى أنها كانت فترة ناجحة؟ لماذا لم تستمر طويلا؟ لا أن رئيس نادي الزمالك تغير الرئيس النادي الجديد الذي تولى في هذه الفترة كان يريد أن يبني فريقا جديدا ولم يكن يعرفني وكان يعرف هينري ميشيل المدرب الفرنسي وكان يفضل أن يأتي به إلى الزمالك وفي نفس الوقت أنا فضلت الرحيل إلى المغرب أو تونس بعد رحيلك من نادي الزمالك هل عرض عليك نادي الزمالك مرة أخرى العودة للفريق في أي فترة من الفترات؟ هل أنت تتركه؟ نعم لا 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 أتركه لا لا أتركه لا لا أتركه لا أتركه لا أتركه لا لا إنهة أتركه سوف تتركه هل تتذكر في أي عام تحديدا؟ في أي موسيم تحديدا؟ لا أتركه هل تتبع نادي الزمالك في الوقت الحالي؟ أشاهد من وقت لآخر هذا يكون مثير نوعا ما ولكن أعتقد أنه الآن هو الرابع في ترتيب دوري المحلي وأعتقد أنه فاز بآخر مباراة لعبها في الدوري المحلي فريق الزمالك ومن الفرق التي أثرت فيه كثيرا ولا يمكن أن أنساها وأطعبها باستمرار واحد من اللاعبين الرائعين اللي أنت طلعوا معاك في فترة الشباب أو اللاعبين الشباب اللي سعطوهم لي الفريق الأول كان النجم علاء علي رحمة الله عليه توفاه الله منذ سلاسة أعوام للاسف لا أتذكر للاسف لا أتذكر للاسف لا أتذكر للاسف لا أتذكر أنت تقول لأنه توفى منذ ثلاث سنوات أنا لم أكن أعرف هذه المعلومة طيب بالنسبة لنادي الزمالك في الوضع الحالي هو تنتظر مباراة كبيرة مباراة السوبر المصري يوم الجمعة القادمة وجعت النادي الأهلي مدربة للنادي الزمالك كم مرة أثناء مسرتك با نعم أنتظر نتيجة هذه المباراة وأتمنى أن الزمالك يفوز بهذه المباراة على الجانب الآخر النادي الأهلي يدربه مدرب مواطنك سويسري كبير هو مارسل كولر في رأيك ما انتبعاتك عن مارسل كولر كمدرب وعلاقة كبيرة كولر جيدا ولعبت معه في الفريق الوطني السويسري كالسونفو لعبت معه في المنتخب الوطني وأعرفه جيدا تجربة المدربين السويسريين في مصر في الفترة الأخيرة كسرت كسيرا جروس فيل الربعادي مارسل كولر وقابليهم أنت كنت موجود في الدوري المصري هل تتوقع أن مدرسة السويسرية في التدريب في الكورة المصرية تزيد خلال الفترات القادمة؟ ورنة وايلير أيضا هل تتوقع؟ هل تتوقع؟ لا لنهاء مقصر؟ 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 أعتقد أنه سيكون المزيد من المدربين السويسريين في الفترة الأخيرة المدربون السويسرين أصبحوا يعملون بشكل أكبر خارج سويسرا وأعتقد أن الأهلي والزمالك في السنين المقبلة سوف يستقطبون مدربين من سويسرا وأعتقد أن تجربتي مع الترجي التونسي وويدات كازابلانكا سوف تشجع آخرين على استقطاب مدربين من سويسرا في العالم العربي وفي مصر هل تتطلع لمشاهدة مواجهة تجمع كبيرة تجمع النادي الأهلي بنادي الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفراقيا بعد إسبوعين؟ من الآن تتوقع في هذه المواجهة من سيكون الفائز؟ أعتقد أن الترجي التونسي هو فريق قوي جدا في هذه المرحلة؟ والأهلي أيضا فريق قوي وفريق جيد ستكون مباراة جيدة ومباراة صعبة بالتأكيد سيكون من الصعب أن أقول من سيخرج فائزا من هذه المواجهة هل تتطلع للعودة مرة أخرى للتدريب في الدوري المصري خلال الفترة القادمة؟ لا لم أعد أمارس هذه المهنة لقد أنهيت مسيرتي مع التدريب خلال أو ما بعد فترتك مع نادي الزمالك هل عرض عليك أي فريق آخر غير نادي الزمالك التدريب في الدوري المصري في السابق؟ لا 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 لم يحدث هذا من مصر أي من اللاعب نادي الزمالك ما زال يتواصل معك؟ انتهت مهمتي وفي خلال أيام معدودة كنت قد مضيت عقدا جديدا مع ويدات كازابلانكا خلال تواجدك في مصر هل تتذكر المدربين اللي واجهتهم أفضل المدربين اللي واجهتهم؟ كان مدرب الأهلي بالتأكيد البرتغالي لا أتذكر اسمه جيدا أعتقد أنه البرتغالي مانو الجزئي طبعا مانو الجزئي مانو الجزئي جزئي بس أو نو بالتأكيد نعم هو مانو الجزئي أخيرا هل تتوقع مشوار مرسي كولر مع النادي الأهلي كمدرب سويسري سيستمر طويلا؟ أخيرا هل تتوقع مع النادي الأهلي كمدربين أخيرا هل تتوقع مع النادي الأهلي كمدربين؟ أخيرا هل تتوقع مع النادي الأهلي كمدربين؟ مانو الجزء مانو الجزئي مانو الجزيرة أخيرا مانو الجزيرة وأتوقع له مسيرة جيدة مع الأهلية السيوسري ميشيل ديوكستال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك والوداد المغربة والتراجي التونس أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة